المطاومات الاجتماعية لدولة الأمير عبدالقادر أولا الصحة الحلقة الثامنة والخمسون من سلسلة الجوانب الارتصادية والاجتماعية في دولة الأمير عبدالقادر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثنوا المصدر ومرجع المعلومات المطاومات الاجتماعية للدولة وفق منظور الأمير عبدالقادر أولا الاهتمام بالصحة كان الأمير عبدالقادر يمجد الروح البشرية ولهذا كان حريصا على سلامتها بقوله ما نبال إذا أرواحنا سلمت بما فقدناه من مال ومن نجم فالمال مرتسب والجاه مرتجع وإذا النفوس سلمت من العطب وإنطلاقا من طناعات الأمير التي تتجسد في هذا البيت الشعري أما الأمير عبدالقادر بفتح صيدليات وعيادات في كل مطاطعات الإمارة وتزودت الواحدة منها بأربع طباية تنون تابعين مهنيا لطبيب الأمير الخاص والذي يشتهر من أمهر طبا ذات العصر وهو السيد أبو عبدالله الزروالي طبيب الأمير الخاص حيث كان متميزا بشهرته في المجال الطبي ومشهودا له بالخبرة والمهارة عالميا وخصائص الأعشاب على اختلاف أصنافها وعلى إثر ذات تطام الأمير عبدالقادر بتأسيس المارستانات والمستشفى لمعالجة المرضى في طول المطاطعات ورتب فيها من مهرة الأطباء والأسات والمساعدين وذات ما يطم بحاجات الرعية وجعل الأمير المارستانات التبيرا مخصصة لمرضى الأساتر في سائل المطاطعات وتامت أن المستشفيات مخصصة أيضا لجنوده ومرضى شعبه في طول المطاطعة لما ترضيه الحربية التي كان يخوذها مع الجنود الفرنسيين وتامت أن الأمير دائما تطلع لتتوين طباء عصريين حيث يقول لقد جاء في الكتب المطدس أن السلطان الذي لا يوفر في مملكته تعليم فن التطبيب يدعى عاصيا لربه فطعم واستدعى طباء من فاس والريباط وتونس لتيدير المستشفيات في مختلف المناطق ويتولو مهنة تدريس الطلب المتفوق لخصائص العلوم الطبية في المعهد وبالإضافة إلى ذاية تانى عبدالقادر أمينا لتقاليد الطب الأندلوسي وتمعنية ذاية عناية خاصة بالعلوم إذ تانى يرافق هذا النشاط الطبي أنشطة أخرى في الفيزياء والتيمية وعلم النبات وتغريب العشاب المفيدة واصلنا لأتطير خاصة الأمير طبيب وجراح خاص به وبجنوده على خلاف أبو عبدالله الزروالي وهو الحكيم محمد بن زرفة هذا الذي فاتت شهرته لا فات وعترف بخبرته وبنجاحه حتى الفرنسيين أنفسهم وذات من خلال معالجته لحالات عجزة عنها الضباط الفرنسيون أنفسهم فنجد علج أحد المرضى الذي ضامن الجراحون الفرنسيون أنه يموت لا محالة وعلى هذا الأساس كان الأمير عبدالقادر يخاطر بحياته في أرض المعركة لإنقاذ الجرح والمصابين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد